بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بيكو اعزائي طلبة السنوية العامة اللي امتابعيني في فيديوهاتنا لمراجعات وحل امتحانات النمازج البوكلات لامتحانات السنوية العامة النهاردة ان شاء الله الفيديو بتاعنا متخصص في سؤال مهم جدا وهو سؤال الجرامير هو السؤال بيجي رقم 3 في الامتحان بعد الوثيقة الاولى والوثيقة التانية والسؤال المواقف بيجي السؤال ده هو سؤال الجرامير والسؤال في اخر تعديلاته بيديلك 11 جملة شوزي 11 جملة اختيالي في ال 11 جملة انت بتحلهم كلهم ويقليك فيهم 10 درجات يعني معاك جملة واحدة ممكن تغلط فيها وما تتحسبش عليها هنبتدي على طول عندنا 12 امتحان النهاردة في 10 جمل يعني 120 جملة جرامير هنرجع فيها كل الجرامير الممكنة اللي انت اخدتها واللي واحتمال تتسئيل فيها وبنفس الطريقة نتوكل على الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم اختار الاجابة الصحيحة الاختيارات هنا صفات ملكية وفي صفات الملكية عندي معيارين اساسيين لازم تفكر فيهم المعيار الاول هو المالك المالك هنا هو نو وانا لما يكون المالك نو عندي اختيار من اتنين يأما ناطخ ناطخ او نو لن او اس ناطخ بتتحدد على اساس مين ونو على اساس مين على اساس المملوك فين المملوك هنا المملوك بارون لو مفرد لو كلمة مفرد هتاخد ناطخ بارون لو جمع وهي فعلا جمع فيها اس اذا هتاخد نو ونو هتكون هي الاجابة الصحيحة الجملة التانية هنا الدرس الاول اخدناه في ثلتة سنوية وهو درس الرياضات وقلنا ان فير بفير بيجي بعدين الرياضات ولكن يجب ان يكون مصحوبا بحرف د بتيجي مع الكلمات المسكولين د مع الفيميناء د مع البلوريال طبعا كلمة بوكس ما هيش بلوريال ازا د برا اللعبة طبعا بوكس في ميناء بالتالي هاخد د وهاكون الاجابة الصحيحة هنا هو يأكل فاعل فاعل المفعول مسبوك بكلمة طبعا هي الفاكهة لده المفعول مسبوكة بوكو د هنا ظرف كمية ظرف الكمية لما اجي عوض عنه بضمير اوتوماتيكلي هعوض عنه بضمير وهنا بيقول لي وي اي و هو يأكل كتير ضمائر الضمير ليه ليه بتحل محل مفعول مفعول به مباشر جمع هنا فروي مش مباشر لانه مسبوك بزرف كمية بيحل محل مفعول مسبوك بآ غير عاقل او مكان وهنا فروي مش مكان ولكن الضمير بيحل محل اربع حاجات من ضمنهم مفعول مسبوك بزرف كمية زي وبوكو ده وبالتالي هكون الاختيار الصحيح هو وهنا نلاحظ يا شباب هنا الكلمة المفتاحية هي الماضي الأسبوع الماضي طالما فيها كلمة ماضي بقى هاختار فعلا متصرف في الفيتور في المستقبل صح طبعا غلط طالما فيها دير نيار يبقى هاختار الفعال متصرف في الباسي نو بوان االيكزاندري طب فين الباسي اللي هنا ده زمن يا شباب متصرف في البريزون ده الفيتور بروش مستقبل القريب وانا لسه بقول هنا الاسبوع الماضي اذا ما قد ميش غير الاختيار الاخير هو زمن الماضي المركب نحن ذهبنا هنا سؤال وفيه كلمة كل شوز والاجابة عليه يا طارا لما شوف في السؤال كل شوز بنفي بقى يا شباب بالضبط خدنا اكتر من نوع للنافي بيبقى فيه دايما كلمات مفتاحية دول كلمات خمس كلمات تحفظهم كل كلمة بتديني نفي بشكل معين فهنا كل شوز بنفيها دايما بكلمة ريان ريان جنوي ريان براندر جنوي ريان براندر مش هيخد اي شي طيب أنت لا تحب مدرسك أجدت الاستفهام أين ولا من ولا بوركوا طبعا ما ينفعش أين وما ينفعش كي المعنى وتركيبة السؤال بالكلمات الموجودة فيه لازم اختار هنا بوركوا لماذا؟ هنا يا شباب نقطة مهمة جداً هنا верب الى بيجي بعديه حرف جだ opinion من يجي بعديه ا بأشكالها لأ اوعى ihrer او proposal او يجي بعديها وامتى باي يجي لو جاي بعديها اسم عاقل او اسم شخص او آآ اسم وظيفة. هنا له وهنا الدقة والتركيز. عند كلمة ده هنا الانسان الحلواني. الشخص الحلواني الشخص اللي وظيفته بيصنع الحلويات والجاتو وكده. لكن لو زودت عليها حرفين تانين هتبقى هيبقى محل للحلواني. وهيبقى الاجابة مختلفة تماما. وهنا التركيز اللي بنقول عليه الشباب. شخص او هتبقى الاجابة الصحيحة عند الحلواني. الام تقول لابنها لا ترى ايه? هنا الام تقول لابنها طبعا اكيد ده فعله في الامر. وفعله في الامر او نيجاتيف. اوله نه واخره با. هيبقى. والام لما اتكلم ابنها هتقول له تكوش ولا كوش توا ولا سكوش. طبعا سكوش اخيرها ايه انت ملاش اي لازمة هنا مش هنتكلم فيها. لكن عندي حاجة من اتنين. لما اخدنا في المبدوء بالس بيكون بتصرف الامر بنصرفه مع تيه. وقلنا ملاحظة مهمة جدا. اللي ما اني اللي بعد ما بحز في تيه وبحز في الاس من نهاية الفعل وهي هنا بالفعل محزوفة اهي. كنت بحول تيجي بعد الفعل الى شكلة و. وبيكون في هنا تريد يونيو اللي هي الشرطة دي. تمام? بس قلنا برضو ملاحظة مهمة جدا. يعني قلنا ملاحظة مهمة جدا ان دي لازم تتحول بالشكل ده تبقى كوش توا. كوش توا يعني نام. فعل امر. ولكن قلنا الامر ده لو من فيه. لو بتتحول او بترجع تول اصلها ترجع قبل الفعل. زي كده. وبالتالي هنا اهو الاختيار الصحيح هنا هيكون توكوش. وهنا يا شباب التكات اللي بتفرق بين الراجل اللي مركز جدا وبين الراجل اللي مركز نص نص. معايا معايا رجالة. يا ريت نركز في الحاجات دي. لان قلنا من اهم ملاحظات الامر هي تحول تيجي بعد الفعل. ولكن ما بنحولهاش في حالة النفي. هو هنا جاب لك حالة النفي. ممكن في امتحان تاني جيبها لك مش منفية. فلازم تبقى فاهم القاعدة وفاهم الاستثناء. جام بوكو انا بحب جدا اكتيفيتي. هنا بدين اختار سات سات. جميل. انا عارف طبعا سات وسات دي اسمها اكتيف ديمونسراتيف صفات اشارة. هنا كلمة هي اللي هتحدد لي. هي اولا مش مش جمع. اذا مش هقدر اختار س واساسا لاخرها اس مش موجودة هنا. طب هي كلمة مفرد. بقي ان انا اختار هي مفرد مذكر ولا مفرد مؤنس? هي كلمة مفرد مؤنس. وطالما هي مفرد مؤنس يبقى تلقائيا هتختار سات. يا سيدي. انا اعتقد او انا شايف الجاكت بتاعك. بل. يا طرح نختار مع بل هي صفة ادجكتيف بوكو ولا ولا بيان. فرقنا كتير يا شباب بين بوكو وتخي. وقلنا ان لازم يجي بعدها صفة. وهي هكون الاجابة الصحيحة. اما بوكو بتيجي في الغالب بعد ذرب. بعد ذرب. انها مرتبطة اكتر بالذرب لكن بيكون مرتبطة اكتر بالصفة وهي الاجابة الصحيحة. موديل دو تست دو. كلمة مفرد مؤنس هنختار لها لون مفرد مؤنس طيب. كده مفرد مذكر. المؤنس بتاعها نضيف لها او تبقى طب مفرد مذكر. لو عايزها في المؤنس هضف لها او. تعلمنا انها من الالوان التي لا تؤنث ولا تجمع. يعني تيمشي معك كل حاجة بدون ما تتغير وهي هكون الاجابة الصحيحة. هنا سؤال والسؤال في كلمة الاجابة 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 تحولت لدو مش موضوعنا. السؤال في كلمة طالما السؤال في كلمة والسؤال في الامتحان اللي فات نركز في المفاتيح بتاعة النفس. آآ آآ ننفيها يعني لم يعود. آآ 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 لم يعود معايا فلوس يعني كان معايا وما بقاش. سوسوار نوزلون نوتر تانت. سوسوار هذا المساء نوزلون نحن نزهب نوتر تانت عمتنا. طيب لسه إليها من شوية نفر بقليه لو بعدي ما كان ياخد او باشكالها لو بعدي برسون ياخد شيء وهنا تانت عمتنا. عاقل او اسم عاقل ازن الاجابة هتكون شيء والتاني مرة تكرر. هل حضرتك تريد كوبايت مية? هنا المفعول مسبوخ بآ آآ آآ الاجابة وي نو بوان فولو آآ احنا عايزين آآ والرقم هنا نزل وهو آآ ازن الاجابة هتكون آآ زي المسال اللي في الامتحان اللي قبليه نفس الفكرة يا شباب مفعول مسبوخ بآ آآ او دي آآ آآ برقم نفعول مسبوخ بزرف كمية كل دول بنشيلهم ونعاوض عنهم بالضمير آآ بوان اي تو كوبا اي اس تي اي اس تي على طول ومن غير ما نفكر بيجي مع الضمير وقال في المفرد هنا مدينو الضمير لكن كلمة جمع طيب ازاي اربط بين الفيرب بتصرف مع في المفرد وان الكلمة دي جمع على طول هيجي لحل السحري هو الضمير ليه بقى لان الضمير ده قلنا في بيساوي او بتصرف الفعل معاه زي وزي الضمير بالزبط ازن يجي بعديها تمام وان في المعنى بتساوي نو بتساوي نحن تمام كده يبقى الاجابة الصحيحة هو الضمير وان اي تو كوبا يعني احنا كلنا زملاء اللي اكسي فى ناتسيون لسايلين هادال الامتحان اللي فاته فربي فاري يجي بعديها سبار ياخد دو او دولا ناتسيون فمنا اذا لجابة هكون دولا ناتسيون انت خايف من الامتحان انت عندك خوف من الامتحان يترى من انت عندك مجيش كال برضو مجيش بوخوا لماذا انت عندك خوف من الامتحان دي الاجابة الصحيحة هذا الجاكت يعجب كثيرا يترى يعجب مين؟ طبعا من خلال الاختيارات اللي قدامي ما ينفعش اقول سبلي تماما ولا ينفع اقول موا بلي خالص الاجابة الصحيحة هكون مو بلي فلار كلمة اولا ما فيهاش اي ستبقى مفرد طالما هي مفرد عندك اختيارات تلاتة سبلي سبلي سو بتيجي مع المفرد المذكر ست بتايا واحدة بتيجي مع المفرد المذكر مبدوء بحرف فويل ست بتيجي مع الكلمة المفرد المؤنس فلار طب انا مش عارف هي مذكر ولا مؤنس تعال بص على الاجكتيف بتاعتها هتلاقيها مش في اخيرها ا ا اذا تعرف ان الكلمة دي مفرد مذكر طالما مفرد مذكر هي سو يا ست طب اولها فويل اولها اف والاف مش فويل على طول هتبقى الاجابة هي سو ايار مبارح و ايار من الكلمة الدلة على البست او على الباسي على الماضي يل. ان اكسكورزيون هو اوغنز دفعلي في البرزون ما ينفع عشي اوغنزي دا باسي كومبوزي وفا اوغنزي سوفا ينظم طبعا طالما قلت ايار يبقى باسي كومبوزي والاجابة هتكون اوغنزي نظامة في الباسي كومبوزي موديل دو تست 3 شوازي سي لابون ريبانس. اير اي تيل. اير كلمة مفرد مؤنز وسؤالها واضح ومعروف من اول سانوية هي كال. كال اي غي تيل. او. لسهلها من شوية ان او في الجرامير بتساوي ايل. طالما ايل ما ينفعش او انت ما ينفعش او انس والاجابة الصحية هي نقيس او نجرب الملابس. ماتيل دا عندها خاتم. اه هنا يا شباب نتكلم على الجزئية بتاعة اه المواد الخام. والمواد الخام قلنا لها قاعدة سابقة ان كل المواد الخام بتاخد حرف الجر او. اونار من الذهب اور ذهب اونار من الذهب. عمتي دي كلمة مفرد مؤنس. يبقى الوظيفة اللي هتيجي لازم تيجي مفرد مؤنس. طب مذكر لان المؤنس بتاعها مدسان تمشي مذكر وتمشي مؤنس. مذكر لان المؤنس بتاعها باضافة اذا دي مذكر ودي مذكر. الاجابة الصحيحة هي مدسان. هنا بريبار الجملة بدأ بفرب. طالما الجملة بدأ بفرب اذا تبقى الجملة دي في الامر. طيب الامر ده الفعل اخر ا انا عند الامر في ثلاث حالات. اما امر مع تو او امر مع نو او امر مع و. ولسا قلنا الفكرة بتاعتها في الامتحان اللي قبليه. لما قلنا المفروض بي اي قبل الفعل الية تي اي. طالما الفعل في الامر المثبت بيتحول لبعد الفعل الى وهو دي الاختيار الصحيح. تيكري يون لاتر اا تونا مي. انت بتكتب جواب لصحبك لصديقك. هنا عندي اتنين مفعول. المفعول اللي هو الاول هو وده مفعول مباشر. المفعول التاني هو اا تونا مي الى صديقك. وده مفعول غير مباشر. عاقل مسبوق با. وطالما قلت مسبوق با يبقى على طول اشيله وحط مكانه حاجة من اتنين. يا اما لوي لوي يا اما لوي اذا كان مفرد و لوي اذا كان جمع كلمة امي مفرد الاختيار هيكون وي ج. لوي. لوي. لوي يكري يون لاتر انا اكتب له جواب. هل قلت شيء ما? انت قلت حاجة? انا لم اقل اي شيء. طالما السؤال في كل شوز ودي جت في الامتحان اللي قبل كده. طالما السؤال في كل شوز يا شباب هننفي على طول بريان. لم اقل شيء. ودي جملة مكررة نصا من الامتحان اللي قبله. قلنا ان فولار مفرد مذاكر هتاخد س. ان فرنس في فرنسا. الجو يمطر في الشتاء. طيب هنا اختار ولا بكو? ولا بان. قلت من شوية ان مرتبطة بادجكتيف بكو مرتبطة بالفرب. وهنا ده يبقى ايضا. الجو يمطر كثيرا. هنا كلمة الدرنية. الجملة فيها كي وورد او فيها كلمة دالة على الباسي اللي هي كلمة الدرنية. طالما ما باسي معين فعش اقول دالين ده في البريزون. و اللان باسي ساو فنقضي دال داليل على المستقبل. او ده داليل على الباس تلو قضينا. او ده الفعل ما تصرف في الباسي كومبوزي ودي هكوني الإقابة الصحية. موديل ده تست كاتر. شوزي سي شوز ست. الشرب ده والشرب كلمة جمع. مادة خام لسا يلها من شوية مادة خام ان ان كوتان. يا طالما فيه طالما الكلمة اتفصلت او اسم الشخص اتفصل يبقى ده نداء. طالما فيها نداء يبقى فيها امر. وهنا بتقول له يا بتنديب اسمه ويتقول له يعني هنا بتكلمه بصيغة يبقى لازم الامر يكون مع الفعل متصرف مع ايضا عندك الامر دلوقتي او الافعال اللي قدامك. الفعل هنا في اس ما الساي فيها اس بارت فيها اس. التلات افعال ينفع يتصرفوا مع تو. لكن مين فيهم اللي متصرف في الامر بشكل صحيح يا شباب. لو بارت المفروض نشيل منه الاس. لو الساي المفروض نشيل منه الاس. لكن ما هو ده الصحيح لان ما ينفعش اشيل منه الاس. هو ده من بين الاختيارات التلاتة هو اللي ينفع اخطر. ممكن اقول بس لو قلت مفروض ما يبقاش فيه لا. تمام? بين او بتوين. يعني ما ينفعش برضه قول بين والفصل. عشان اقول بين يبقى بين كزا وكزا. الاجابة الصحيحة هي في الفصل. هنا كلمة تاش جمع. وس يا ترى هي جمعة مذكرة ولا جمعة مؤنس. هتعرفها من كلمة ان اخيرها او اس. اخيرها او يعني مؤنس. ازا هنختار ما المهام المنزلية اللي انت بتحب تعملها. ست فاست بلاي بوكو. يا ترى مي ولا ما ولا تو. طبعا الاجابة الصحيح هي مي بلاي. تعجبني انا. تونة فت ده سؤال وسؤال في سؤال منفي. في ن و تمام? انت مش هتعمل عيد ميلادك السنة دي. طب طالما سؤال منفي عندي اختيار من اتنين. يجاوب بسي يجاوب بنو. لو الاجابة مثبتة يعني الاجابة هي السؤال مثبت يعني السؤال المنفي ده حولته للاثبات يعني نفس الفكرة او نفس المعلومة اللي فيه بستخدم سي. اما لو منفي بستخدم نوع. طيب هنا بيقول نقط هنا بيثبت الفكرة المنفية. السؤال المنفي بقوله انت مش هتحتفل بعيد الميلاد رد واثبت الكلام. يعني قال الكلام بس في شكل مثبت يعني عكسي. هنا قال انا هعمل حفلة كبيرة طالما الاجابة بتثبت السؤال ايكون الاختيار هو سي. بدون نقطة مهمة ما واريت نركز فيها. لو السؤال منفي. عندك اجابة من اتنين. يا اجابة تثبت الكلام المنفي اللي في السؤال يبقى هنا هنختار سي. لو الاجابة نفي كلام اللي في السؤال يبقى الاختيار هيكون نان. لكن وي ما لهاش هنا وجود. هنا نفي. ادنى وادو برون او بوان دو كافي. اعترى ريان ولا جامي ولا بيرسون. المفعول موجود ما ينفعش اختار بيرسون بننفي بيها بيرسون بننفي بيها الانسان. الاختيار هنا هو جامي. لا اتناول ابدا القهوة. ايار نو بوان نوتر ديني او كلوب بالامس. بالامس هنا من الكلمات الدالة على الباسي. طالما باسي بقى نختار الفعل متصرف في الباسي. فين الافعال اللي هنا هنا سوف نتناول ده ده مستقبل. ده ما ينفعش نيش اللي ده ولا ده. ده متصرف في الباسي وده الاختيار المزبوط. هنا من الكلمات المهمة جدا يا شباب. اولا كلمة اكسسوار اخرها اه. فنس هتتخذي وتقول ان هي فميناء وتختار لها اون وهتبقى دي اجابة غلط. هو كلمة مزكر. الصفة اللي بتيجي هنا في المقارنة لازم تتبع الكلمة اللي جاية في الاول. والكلمة اللي جاية في الاول يعني مسكولان مفرد مزكر. الاختيار هنا اخرها ا دي مؤنس. و اخرها اس دي مع مزكر ما ينفعونيش. الاختيار الصحيحة هي كبير. موديل ده تست سنك. شوازي سيلا بان ريپنس. بعدها فيرقل. نوات و بعدها فيرقل. الفعل هنا متصرف في فتور بروش. ها ده فعلا في المصدر ازان ده مستقبل. طيب. دمان غدان ايير امس لو ما درنيه الشهر اللي فات. دليل على الماضي. ايير امس دليل على الماضي. دمان هي الاجابة الصحيحة لان بمعنى غدا دي دليل على المستقبل. او من الكلمات الدل على المستقبل. شعري يكون. شعري كلمة جامعة مزكر. جامعة مزكر. الاختيارات يا ترى. اخرها اس دي جامعة مؤنس. اخرها اس جامعة مؤنس. هي كلمة صفة. لون الشعر المحمر او المائل الاحمر. هي الاجابة الصحيحة لان هي مفرد مزكر وتمشي جامعة مزكر لان اخيرها اكس متتغيرش. الا ازا تحاولت لمؤنس. بتبقى لا بتبقى روس. اخيرها اس اس او. هنا الكلمة اللي هختار على اساسها. من الكلمات مفرد مؤنس. طبعا ما مفرد مؤنس هنختار اي القطعة انت تفضل او اي حجرة انت تفضل او اي غرفة انت تفضل. لان كلمة لها معاني متعددة. انا جاي. قلنا فير بفنير لو جاي بعدي اي مدينة بياخد حرف جر ثابت هو الا ازا كانت مدينة مزكر زي القاهرة وسيناء وفيوم بتاخد دي. انت راح تشوف شخص ما من الكلمات جات في سؤال من يعني او شخص ما ودي بتتنفي بشكل معروف ومحفوز من غير ما نفكر ومن غير ما ارى حاجة هختار كلمة person. non je ne vais voir person. لن ارى احدا. انت عايش في القاهرة. هنا المفعول مكان القاهرة. مكان مسبوق بحر في غر. ايوا نحن نعيش طالما مكان يبقى pronوم personal آآ ايغراك. تمام? ne point couche pa maintenant. هنا فعلة امري ما نفي. ne نقط couche pa maintenant. لا تنام الآن. ليس سألينها من شوية. انه ده فعل في الامر. وقام تصرف مع ت. وشال منه الاس. هنا ما فيش اس. وطالما ما فيه يبقى هيبقى قدامه ت. لكن لو في الاثبات هيبقى. point bien avant de répondre. نقط جيدا قبل الاجابة. برضو هنا الجملة هتبتدي بالفعل. يبقى اكيد ده فعل في الامر. طيب فين الافعال اللي في الامر هنا? pens اخرها اس. ما تنفعش استخدم الفير باخر اس في الامر. يبقى ده ما ما ينفعنيش. اخيرها ازد. فكروا. دي تمشي. اخيرها انت دي مع ايل وقال وايل وقال ما فيش معهم امر اصلا. يبقى الاجابة الوحيدة الصحيحة هنا هي فكروا جيدا قبل الاجابة. كيف تجد? من الكلمات المذكر. مش مبدوعة حرف متحرك. ازا الاختيار هو س. لو مبدو ابو فايال وهي مذكر هتاخد ست. لو مؤنس هتاخد ست. ان point de finir le travail. اه. هنا ان بتسوي ال في الجرامير. جاي بعديها ده حرف ده. حرف الجرد ده زائد فعله في المصدر. اول ما نشوف ده فعله في المصدر على طول لازم يجي قبليها لان ده على بعض كده اسمه زمن الماضي الحديث. طيب فين فعله فينير كل دول فعله فينير. لكن يطرد اخر او ان اس. تا بيجي مع نو. وان هنا ما عنديش نو. اخر او زات بيجي مع فو. وان هنا ما عنديش فو. ودي الاجابة الصحيحة لان ده فعله فينير متصرف مع ال وهنا ان بتسوي ال. ان فين. موديل ده تست سيس. شوازيسي احنا هنحط المكتب نقطة الشباك او النفذة. سور فوقه سو تحت ضن في. هنحط المكتب اكيد هنا سو دي الحرف الجر الوحيد اللي يمشي. هنحط المكتب تحت الشباك او النفذة. نحن سوف نقطة نلبس سريعا ده فعل متصرف الفتور متصرف وفرب في المصدر اخر اي ار. ولكن المفروض انه بيكون مسبوق بس ودي من ضمن الملاحظات اللي قلنا عليها يا شباب. في الفتور في المستقبل بنجيب متصرف في عادي زي ادي الفعل التاني في المصدر عادي. ولكن اهم الملاحظة في القاعدة دي هو ان ازا كان الفعل التاني اللي المفروض يكون في المصدر من الافعال زات الضميرين او الافعال المسبوقة بس او اس ابوستروف بيتم تصريفها تصريف الس او الاس ابوستروف وفقا للفاعل. الفاعل هنا نو الاس ابوستروف المفروض تحوال الى نو. انت هكون دي الاجابة الصحيحة ودي تكاية مهمة لازم نبقى مركزين عليها. انت كتبت ادي الفعل هنا ا المفعول عاقل والدية. عاقل جمع مسبوك بقى. طالما عاقل جمع مسبوك بقى. اذا الاختيار عندي بين لوي و لوي ازا كان مفرد و لوي ازا كان جمع. واذا هنا على طول لور. لسا يلنها من شوية. ده سؤال من فيه. من غير ما بص في الاجابة. طالما سؤال فيه او فيه يبقى لازم الاختيار يكون يا سي. يا no. سي ازا كان اثبات للكلام اللي موجود. no ازا كان كلام معاكس. طيب نشوف الاجابة. اللي جايفة انا جعان. وبقول لي انت مش هتاكل. قال لي انا جعان. طالما جعان يبقى هاكل. هاكل دي كلام مثبت للكلام اللي من فيه. هنا انت مش هتاكل. هنا المفروض بقول له انا هاكل. طالما هاكل اللي نفس الجلام بس. مثبت يبقى الاجابة سي. اما لو قل انا مش هاكل او انا مش جعان يبقى الاجابة نو. اير بالامس. من كلمات دل عالماضي. هوا دي الاجابة الصحيحة لان ده باية اتا او جاءة. بوتيك من الكلمات المهمة. هو المحل. المحل اللي بيبيع ملابس او هدايا. وهي كلمة مؤنس هتاخد ست. سيدي. طالما قلت لحد يا بأنت بتحترمه او بتكلمه بصيغة الاحترام. نقط موا يا طرى صف بس هنا متصرف مع او صف او صف لي اه هنا متصرف مع الفو دي الاجابة الصحيحة. متصرف معي. طبعا ده فعلا امر بس امر مع فو. اوصف لي الحي بتاعك. وهنا مستخدم يبقى هنا صيغة الاجابة هي الاجابة هي الاجابة هي طب اخر هاس يبقى لازم اختار كلمة اخر هاس زي طب مين فيهم لازم اعرف كلمة وهي قولا واحدا ومن الاخر كلمة مذكر وبالتالي الاجابة هكون نركز يا شباب. اختي اي اختي تكون. اختي دي كلمة مفرد مؤنس اكتر مذكر المؤنف بتاعها اكتريس ازا ان دي مش هتنفعني لاني ليها مؤنف. باقع مذكر المؤنس بتاعها تبقى دي كلمة ما تنفعنيش طب مدسا طبيب تمشي مذكر وتمشي مؤنس وهكون دي الاجابة الوحيدة المزبوطة. كلمة اتنسيون بيجي معها لازم فار اتنسيون. فار اتنسيون. ولكن فار ممكن تصرف. بس هنا اي طرح يتصرف في حالة وجود فار بوفي متصرف. ادي في فعل متصرف الفعل التاني اللي بعدي اللازم يجي في المصدر وهو فار. ممكن تنتبهوا او تركزوا. موديل دو تست سات. شوزي سيلا بون ريبانس. بمعنى الحزام. كلمة مفرد مؤنس. وهنا يا شباب اللازم نكون مسحصحين ومركزين للحكاية دي. مفرد مؤنس. لو ما انتش عارف هي مذكرة لمؤنس هتعك. فهنا النقطة دي مهمة لازم تكون مركزين فيها. احيانا بيكون في دلائل في الجملة تقولك انها مذكرة او مؤنس واحيانا بيجيب لك حاجات تمشي مع الاتنين زي هنا. هنا جاب لك كلمة مارون او صفة مارون. بني. بني مش محددة لانها بتمشي مع المذكر وبتمشي مع المؤنس. اذا هنا لازم تعتمد على مذكرتك الخاصة. وبعض الناس بتقول ان الكلمات اللي اخيرها بتبقى مؤنس. لو ماشينا القاعدة دي يا سنتير فعلا مؤنس هتاخد سات. الدي هي تقول الحقيقة. مي ولكن جي ن يا ترى انا هنا بيكلم على مين? هنا بيكلم على ال. ال يعني يعود عنها بالضمير. لا. انا لا اصدقها. كمان? ده اسم مع اسم اه انسان. يعني كلمة بتدل على انسان اللي هو بيساوي او في المفرد. او هياخد في المصدر. لا دي الاجابة الصحيحة بتيجي مع و هنا نوع ناس كتير جدا بتتلخبط ان بيفتكروها ان هي فياخدوا معها لا يا شباب. هنا زي 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 اي دي سفة ملكية. انا بنسيب لك اي الحد. الحد ده بالنسبة لي او ال. طبعا ما هيكون هيتعامل معاملة وهيختار الفعل ده. الملابس تكون السرير. طبعا ما ينفعش اصلا دي لاني ما يجيش بعدها له. ما ينفعش في السرير ما بيجيش لاني ما ينفعش بعدها له برضو. دي الاجابة الوحيدة اللي ممكن تبقى مزبوطة فوق السرير او على السرير. انا رايح قطي. قولنا قبل كده يا شباب اني بيجي بعدي الفعل في المصدر. تمام. الفعل اللي في المصدر ده. لو فعل يعني مسبوخ بس او اس ابوستروف في الحالة دي الس او الاس ابوستروف بيتم تصرفها زي ما قلنا. هنا باتكلم على المفروض هنا في الس معجرة تحول الى م. بور م كوشي. اللي كي انام. انتو هتقضوا الاجازة بتاعدكو في الريف. ايوة. احنا هنقضي الاجازة الصيف. هنقضي ايه الكلمة اللي هي كلمة ده مكان مسبوخ بحرف غر. طالما مكان مسبوخ بحرف غر عاوض عنه بالضمير ايغريك. انت تذهب احيانا على بيبليوتك. يا شباب بالمفاتيح النافي. قلنا شوفت كلمة كلمة كالكو جو تجور. الاربع كلمة الدول اللي بننفيهم دايما بجمي. جنفي جمي على بيبليوتك لا اذهب ابدا الى المكتبة. جو في متر بل شابو. انا سوف البس. نقاط شابو. شابو قبع. المالك هنا جو. اختار من او ما او ما لو كلمة جمع وهنا مش جمع اذا بقي ان انا افتكر كلمة ماسكولا ولا في ميناء شاب كلمة ماسكولا هتاخد من شابو احنا لما يجي بعديه يبقى لازم يجي بعديه الفعلة في المصدر لازم فعلة في المصدر هو ياريت ما نتخدعش ونبص هنا نلاقي نو وعيننا اتروع على ال او ان اس يبقى نعك ونختار غلط يا شباب ايار بالامس فريقنا الفريق بتاعنا فريقنا ده بيزي يساوي مين بيساوي ال او ال يعني كلمة اه كأنه ضمير مفرد مذكر او مؤنس هنا طبعا ايكيب مؤنس بس هنا الكلمة ايار امس من الكلمات الدل على الباست خسر سوف يخسر يخسر الان في البرزن ده وده هنا الاجابة لازم تكون فريقنا خسر المتش موديل دو تاستويت النموذج التامن شوازي سيلا بان ريبانس point color prefer to color offred muanif ياخد quel ال habite point paris هي تسكن نوعات paris paris هنا مدينة واي مدينة بتاخد A معدل قاهرة هي اللي تاخد O ميسيو سامي دي او زالاف ميسيو سامي بيقول للتلاميذ attention بيقول للتلاميذ بيكلم تلاميذ كتير جمع اترا هي امورهم بتو ولا بفو ولا نو اكيد هي امورهم بفو انتبهوا او ركزوا عمر يزعب الى النادي مع نوات امي من المالك المالك هو عمر عمر بيساوي ال او ال ال او ال بنختار ودي الاختيارات اللي قدامي الكلمة اللي هتحدد لي هي كلمة امي وهي كلمة جمعة طالما جمعة على طول هنختار سي سي زامي مارك ايد اوريجين مارك اسم ولد كلمة مؤنس مارك يكون من اسل هنا بوصف كلمة اوريجين ودي نقطة من التجكات المهمة ان مارك مذكر لو هيوصفه هقول ايجيبسيان او كلمة مذكر لكن بجه هنا بوصفه الوريجين وهي كلمة مؤنس لازم اجيب له صفة مؤنس او جنسية مؤنس. الجيبسيا ما تنفعشي. اتاليا ما تنفعشي. بالج تنفع لان هي تمشي مذكر ومؤنس. بالج هي الاجابة الصحيحة. هن يشربنا الشاي. دي المفعول هنا مسبوق بدو. مسبوق باداة تجزئة. طالما مفعول مسبوق باداة تجزئة بنختار ضمير صديقي يكون خجول. لا يتحدث الى الاجابة الصحيحة هنا انه هو هو لا يتكلم مع احد او لا يتحدث الى اي انسان. ايار سوار مبارح بالليل. هنا دليل عالماضي. ماتيل متأخر. سكوشي. سكوشي. هنا ده بريزون. وده فتير بروش. ما عنديش اختيار غير سكوشي نامت. كلمة الاف مهمة لانها مفرد. ايه الاهمية في كده? انها بتمشي مع المسكلة وتمشي في منها. تمشي تلميز ولد وتمشي تلميزها بنت. لو اعتبرتها ولد هاخد معها صفة الملكية ست بتاعة واحدة. لو اعتبرتها بنت هتاخد صفة الملكية اللي هي اللي هي باتنين تي. تمام. اعرف منين لازم يكون فيه في الجملة حاجة تأكد لي او حاجة تثبت لي انها مذكر او مؤنس وهنا هتكون كلمة صفة مذكر. لان المؤنس بتاعها بدل تبقى ازا المقصوب بالاف هنا ولد ولد او مذكر مسبوق مبدوء ازا الاجابة هتكون ست. لو دي كان فيها في الاخر هتبقى الاجابة ست. انا شايف او انا اجد ان البنطالون بتاعك بو جميل. هنا هنختار بو كو ولا بيان ولا طبعا انا بو صفة جميل يبقى جميل جد. موديل دو تست نوف. شوازي سيلا. مارك دو تست لتاش ميناجر. مارك بيكره الاعمال المنزلية. ما بيعملشي سريرو او ما بيرتبشي سريرو احد ولا شيء ولا jamais. طبعا جميل. ازا أي شيء لا يرتب سريرو احدا. س hopsamos السبت الماضي هنا كلما طبع الاسوب مفتاح. الاحق م siebie موقف على القدق اقدام يعني نوزها تمشية ماشي. طبعا كلمة زيها زي وسائل المواصلات اللي بنركب عليها زي بتاخد حرف الجار ا. ابي. جدول الحصص او جدول الموعيد حمل او مليان. طيب كلمة كلمة مفرد مذكر. طيب ما مفرد مذكر هتاخد ما بسيطة سهلة مفهاش مشاكل. كولور بريفيرتو لسة حلنها في الامتحان اللي قبلي كانت كولور في ميناء اخدت كال بدازال. هتاكن لحمة. هنا مفعول مسبوك بادات تجزئة. طالما مسبوك بادات تجزئة على طول هنستغل. نو ان مانجو. مي كوبين زميلي. سوف يظلوا. عند مين? ش اللي يجي بعدها ضمير. يا ترى يجي بعدها يل. يجي بعدها ال ما ينفعش لان دي دمائر فاعل تيجي في اول الجملة. لكن الضمير اللي ممكن يجي بعد حرف الجار هو الضمير ا. سيظلوا عندهم او في بيوتهم علشان يشاهدوا المباراة. بعدها فيرقل. نو افان فى هنا فى افور متصرف زائد فى لو البرتسي باسي يبقى دا فى فى الفاسي كومبوزى. ازان الجملة دي فى الماضي. يبقى انا هنا محتاجة اختار كلمة تدل على الماضي. دومان غدا ايار امس. او جوردوي النهاردة. طبعا الاجابة هي ايار. نوز افان باسي احنا قضينا رحلة. هاوصفها بجنيال. اجريابل انتريسانت. انتريسانت مؤنس لانها لو مذكر هشيل منها الاو دي. جنيال مؤنس لانها لو مذكر هشيل منها الاو دي. ولكن اجريابل هي اخرها او لكن ما اقدرش هشيلها. بتمشي اجريابل مسكولان وبتمشي فيمنا. ودي الاختيار المناسب والصحيح. نوى lose. نوز سل نوتر افس corps. الناور المرات تالتهandingو Perquè ابغالي Гبغاليپرسون اسم اذا المشخص. اي بغالازم شے. مدل التست 10 خوزيس لامون الاسيالي sunshine الاileenه. فسول السانك كول لها. تلاك اسف كون اليوم. Pero تعوز لاسف يسار. في حرف قدر ON زي الفصل الوحيد اللي بياخد هو هو وهي كلمة مذكر. صديقة بنت مؤنثة. طيب طالما هي مؤنث المفروض تاخدتها. وانت لو عملت بالطريقة دي يا جميل هتغلط غلط شنيع. ليه بقى? لان من اهم القواعد او من اهم التكات او الملاحظات اللي قلناها في في الصفات الملكية. ان لو كان الكلمة مفرد مؤنث زي امي مبدو بحرف زي الا بنستبدل ما وطا وسا وبنستخدم مكانهم لعدم التقاء الحرفين المتحركين. اذا امي مع انها مفرد مؤنث الا انها هتاخد تن. تن امي. مركري دي درنيه برضو درنيه الماضي يبقى من غير ما نتكلم كتير. ده ده وده وده فتير بروش. مي بواف دي بواسان. والدية بيشربوا مشروبات. اه كلمة بواسان كلمة جمع بس جمعي مذكر ولا مؤنث لو نفتكر خدنا كلمة اون بواسان مشروب قلنا ان هي كلمة مؤنث يبقى المشروب كلمة مؤنث لما جاوصفه هوصفه بقيل كلمة دي مذكر دي مؤنث جمع مؤنث مفرد دي مؤنث جمع يبقى الاختيار الصحيح هي بواسان اللي هي المشروبات الغازية. لا تشاهد احدا ولا لا تشاهد شيء ولا لا تشاهد ابدا التليفزيون. طبعا الاجابة هتكون لا تشاهد ابدا التليفزيون. جيمال عندي الم. هنا مهمة جدا جدا يا شباب. جيمال عندي الم جاي بعديها منذ ضاهري. قلنا ان جيمال او افوار ما ليجي بعديها او لي ايو مع الكلمات المذكر. كلمة دو كلمة مذكر. ازا على طول دماغك هيروح يقول او دو. وعلى طول هقول لك غلط كبير يا معلم. ليه بقى? لان قبل كلمة الظاهر جايب لك ما. وطالما فيه صفة ملكية قبل قبل الضمير قبل الكلمة. طالما في صفة ملكية كل الكلام ده بيتغير وبيتلغي. يعني اللي ينفع ولا 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 اللي هي فيها في الاخر. كله بيتحول الى الحرف الاساسي هو لو شلت يبقى تمام? وما تتخضعش ان دو فيها تبقى جامعة. يا دو انسان فينا عنده ضهر واحد بس. انت زهبت او انتم زهبتم او كلاب? رحتوا النادي. النادي هنا مكان مسبوك بحرف جر. طالما مكان مسبوك بحرف جر يبقى على طول الضمير ايجراك نزهبوا هناك او اليه. يا طرح هتكون السؤال بكي من انت تذهب? ما تجيش? اين انت تذهب للمكتبة? برضو ما تجيش? لماذا? وهذه الاجابة الصحيحة. لماذا انت تذهب الى المكتب? انت اشتريت هدية الممتك. ايوة انا اشتريت هدية. ايطر اشتريت هدية المين? لممتك. ادي ا وقاي بعدها طالما ا وبعدها عاقلي باي اما الوية اما الار ومير مؤنف او مفرد هتاخد الوي. اشتريت لها. كلمة بمبون اخيرها اسيب على طول هنختار دي. برافو يا شباب. غلط. ليه? لان عندي بكو. ايه حكاية بكو دي? قلنا بكو زيها زي ظروف الكمية. ظروف الكمية بيجي بعدها حرف جارة ثابت وهو د او لا يجمع ولا يتحول دي ولا 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 اي حاجة تان. الاجابة الصحيحة هي دي. بكو دي. بكو دي. بمبون. موديل دي تست 11. نموز اجل حدي عشر. شوازي سيلا بان ريپونس اختار الاجابة الصحيحة. الفولار اي. الفولار يكون. قلناها قبل كده اكسسوار اخيرها ايه ولكنها كلمة مذكر. انا اكسسوار. نو زالو شي نوتر انكل. احنا هنروح احنا رايحين عند عمنا. اوك. هنا نو يا اما نوتر يا اما انو اس. نو. طبعا الاختار هيكون نو باران. من فرير في. اخويا بيعمل. بوكس. بوكس مؤنس. يبقى دولا بوكس. فو زافي دي كل شوز. سوال فيه كل شوز. يبقى الناف يقود على طول بريان. يل مانج بوكو دي فروي. هو بيأكل فاكي كتير. مفعول مسبوك ببوكو. بزرف كمية. يبقى على طول الدمير اون. نو بوكيند درنير ارام. طالما فيها درنيه. تدل على الماضي. يبقى نو زافان باسي. احنا قضينا. اي السؤال طبعا لماذا انت لا تحب مدرسك. انوا هنا الحلواني. كلمة مفرد مذكر. اذا مفرد مذكر او عاقل بيجي معها حرف الجر الشي. لامر دي اصان في سو الام بكلم ابنها هتقولو. نو تكوش پا. قولنا. البرب سكوش شه. بتصرف مع تو. شلنا من الاس. بين سي بتقبل الفعل. لان فيه نيجاسي. تو نفات پا تون النيفرسير ستاني. هنا. جو في فر اون جران دفات. هنا افبات لسؤال المنفي. يبقى الاجابة. سي. مدل دو تست دوز. شوازي سي لابن ريبانس. اختار الاجابة الصحيحة. اه. اه. او زافي دي كلك شوز. او زافي دي كلك شوز. انت قلتو حاجة. سؤال فيه كلك شوز. الاجابة على طول هتكون بريان. لكوبان بارل دو. الزملاء هنا بتسوي ايل افك اس. طالما ايل افك اس يعني ما تاخد او او اخرها اس. اخرها اس. يبقى اخرها اس. من كوزن ابن عمي. اي. كوزن هنا كلمة مذكر. اي يكون يبقى لازم اجيب له صفة مذكر. بس ممكن اشيلها تبقى مذكر. اذا دي مؤنس ما تنفعنيش. ممكن اشيلها وهتبقى مذكر. برضو ما تنفعنيش عشان هي هنا مؤنس. اخرها او ولكن ما اقدرش اشيل ال او لان تمشي كده مذكر وتمشي مؤنس وهكون دي الاجابة الصحيحة. اوطن فاصل من فصول السنة. ولسه اي من شوان فصول السنة الثلاثة بياخده ان. ان انتان ان 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 اتا. الوحدي اللي بياخد او هو دمان غدن. غدن يبقى دا مستقبل. ج. sortir. ادى فعلا في المصدر يبقى لازم ايجي قبل ايجي متصرف وهو جي سورتير. ن. لفعلا متصرف مع تيو شلنا منه عشان امر. يبقى ن. تليف باتار. اذا الت فضلت زي ما هي قبل البرب. نو فزن . جو دو. فر بياخده يبقى بعد الرياضة. لو ريدا مذكر ياخد دو. مو عندش هنا غير دو. دو جو دو. جو دو مذكر تاخد دو. سترا هزا القطار. كلمة مفرد مذكر. جو دو. انا سوف. نو قد پرندر. ترين مذكر يبقى على طول. لپرندر. سوف اأخوزهو. لو ماتش. المباراة. يا كلمة هنا مذكر. نو قد دو كمانسي. اه. تلا ما في دو. وفي في المصدر. يبقى ناقص هنا في فينير. لو قد بيسوي قيل. هياخد اللي اخره تي. وهو ده. انت مش هتحتفل بعيد ميلادك هذا العام. طبعا يا شباب. آآ ده سؤال من في. عايز لو الرد في بالاثبات. ده رد مثبت يبقى الاجابة هتكون سي. تمام? انت عندك خف من الامتحان. ما ينفعش اقول مين? لانه قال لانت. وما ينفعش اقول ما لان ما فيش حاجة باسأل عليها هنا. لماذا? لماذا انت خائف من الامتحان? بكده يا شباب يخلصنا حوالي مئة وعشرين جملة جرامير. وزي ما شفنا ان الجمل كلها متكررة. لازم يكون في جملة على على الجملة على الجملة على الماضي الحديث. جملة او اتنين على وخصوصا ويجملة على طبعا النفي. وجملة على اختيار اداة الاستفاهم المزبوطة. وجملة على الرد على السؤال ولا ويجملة على صفات الملكية وهكذا. وجملة على الصفات. صفة مذكر ولا مؤنس. وهكذا. ازا الموضوعات كلها منحاصرة زي ما احنا كررنا للاقينا الكلام بتكرر. كل واحد بقى وهو بيزاك يركز على النقطة اللي نقصها او النقطة اللي عنده ضعف فيها. علشان تبقى كل حاجة مزبوطة ان شاء الله. واشكركم على حسن المتابعة وارجل ان الفيديو يكون عجبكو. لو عجبك الفيديو حاول تمشوره لاصحابك والاصدقائك علشان الكل يستفيد. لو عندك اي تعليق او كومنت او سؤال سيبوا تحت الفيديو في التعليقات. اشكركم ومنتظرون ان شاء الله في الفيديو الجاي مع اليميل. شكرا. او رووار مسيو وليد مستفى.